عندنا قانون أحوال شخصية بيعاني من قصور وعلاج العواردة بتعديل القانون ونشوف بقى مادة مادة فيه مش النفق بس حدقة فيه مشكلات كتير جدا في وجهة نظر حضرتك إحنا ليه لحد دلوقتي؟ ولو إنه حالياً بيتم النقاش وقا في إطار إن إحنا نصدر قانون جديد لأحوال الشخصية ليه لحد دلوقتي اتأخرنا لحد دلوقتي؟ هل النفق بس هي مشكلتنا ولا فيه بقى مشاكل غير الرؤية والطلاق وقا 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 وليه متأخرين؟ المشكلة فين؟ إن إحنا في عصر المرأة المصرية فيه مميزة جدا صحيح في يعني يا سيد الرئيس الجمهورية واخذ الموضوع على عاطقه وأعطى المرأة حقها وقال حتى في المؤتمر الأخير إن المرأة المصرية لم ينقص منها حق في أي قانون ولن يظل القانون يظلم المرأة المصرية ده ده في الأول وإحنا كنائبات في البرلمان بقول إن لن ننقص هذا القانون لن ينقص أي حق اكتسبته والمرأة المصرية في السابق لا أي مكتسبات ولكن زي أنا معاني المستشار في كلماته كلماته بتقولك إن القانون من سنة 1920 أي فعلا حصل عليه بعض التعديلات وبعض المصوص على مدار الفترة دي كلها وكان أربع تعديلات فقط لهير على حسب اللي هو موجود اللي أنا أمامي يعني واللي طلعنا عليه التعديلات دي لا تتوافق مع متغيرات العصر سواء من جانب التكنولوجي سواء من جانب السلوكيات اللي أصبحت في النطاق المجتمع ككل حتى العلاقة اللي بينك وبين الإعلام أصبح متغيرة علاقة الأسرة في التلفزيون نفسها أو في الأفلام والمسلسلات دي كلها مؤسرة تأثير كبير إيجابي وسلبي خلينا نتكلم بمطاقة صراحة حضيك بتقولي مش مشكلة النافقة بس لا ده مش مشكلة في تجربة أي قانون أي قانون أثناء تجربته لازم يكون هناك أخطاقة ولازم يكون يا إما في بعض المشاكل بتصدر أمامك وبتظهر قدامك أثناء التجربة ودي المفروض أنها تعدل القانون دي بس حدك بتسأليني بتقولي القانون ليه منظهرش لغادي الوقت لأن القانون ده شائق جدا لن يرضي أحد إن طبعا هي أم وأخت وزوجة وبنت وبنت عم وبنت خالة وهو أخ وابن وبن عم وبن خالة وزوج يعني عارف حضرتك العلاقة شائقة ممكن أنا أقول أن أنا بجيب حق المرأة والمرأة دي فيل نفس الوقت زعلانة على ابنها صحيح فلازم لما يصلع هذا القانون يبقى اسمه قانون عادل لصالح أسرة بالكامل الأسرة بالكامل ده أضعف ما فيها هو زي ما قال سيادة المساشر هو أطفال حضرتك عندك مشكلة النفق عندك الزواج العرفي وكيفية إثباته عندك مشكلة النسب وكيفية إثباته عندك مشكلة النفع على فكرة 78% نسبتها في المحاكم يعني عشان تعرف أني سبب المشاكل أكتر هي متصدرة الوضع هي متصدرة المشاكل وهي سبب الرئيسي في المشاكل صحيح كيفية أن أنت بتحكمي كمان عائد الزوج ما هي زي ما أسرة المساشر هو بيدفع ولكن هي غير راضية لأن هي عارفة أنه مش ده داخله الحقيقي صحيح وهي محتاجة لأكثر من ذلك ويقدم أوراق مش مظبوطة بيجي نقولك الحاجة التانية الرؤية الاستضافة كل دي مشاكل يعني ظهرت عليكي أثناء ممارستي وإحنا ماشي نبقى في الطريق وإنتي ماشية في الطريق وهناك متغيرات عني الحديثة من يرفض الاستضافة طب ما فيه واحد تاني هيستضيف ابنك وبنتك وهو الفيسبوك الانترنت صحيح وتويتر والصدقات اللي على الانترنت انت بتنفذي العالم الافتراضي الآخر اللي أنا مش عارفة هو مين ده اللي أنا بتكلم معي ومع ذلك انت بتسبغوله بكل إرياحية ومرضة تشتسيبه لأبو أو لجدته أو لعمه أو لخاله اللي هو الجسد بالضبط ده خطر معه ده بقى اللي هو المستحدث الجديد هو المتغير اللي حصل على المجتمع وإحنا بقالنا عشرين سنة مش واخدين بقالنا إيه اللي دخل علينا ده وهذا المتغير قد يكون خطر رهيب وقد يكون كنبلة موقوطة وإحنا مش واخدين بنا نجي في المشكلة النسب وما يحدث أثناء لأننا نسبة النسب وكيفية معالجة هذا الأمر حضرتك تيجي تاني في حاجات تانية التي تيجي الطلاق الشافعي وكيفية إثبات هذا الطلاق الشافعي الموضوعات في الطلاق والأحوال الشخصية متشعيبة متشعيبة جدا أنا ضد إن أنا معلش في بعض النواب قدموا بعض التعديلات على بعض المواد وده مرفوض ليه؟ عشان أعدل القانون أنا لازم أعدل القانون كله وفقاً للمتغير اللي حصل في المجتمع ككل وأيضاً يجب أن يكون مناسبة الأسرة كلها لازم أن يكون هناك اعتدال لازم أحمي البنية الصمرة الجميلة اللي طالعها اللي هتبني المجتمع فيه ما بعد ما ينفعش إن يكون زي ما قال سيدة المساعدة في كلمة كده قالها جميلة وهو رايح مش عارف المكان ده إيه عارف حضرتك هو أولاً مش بتعرف على أبوه ده هو بيتعرف على المكان الأول قد ضيع ساعة وله ما يتعرف على أمان المكان ثانياً حاسس إن حد بيرقبه من وراء اللي هي أمه طب أنا لحظنت بابا الوضع هيقبأ إيه؟ طب لو هي الأم هي نفسها اللي بتشوف ابنها بقى أو بنتها الوضع عامل أزيب الزب بحضرتك أنت بتخلي فيه أجواء رعب للولد عمره ما يتعرف بشويشه نفسياً طبعاً مشاعر مختلطة البنت عمره ولا بنت ولا الولد هتلاعوا سوينيه صحيح فلازم يكون فيه ضوابط للنفق ضوابط لمعرفة الأجر وإيه ده أظن إن إحنا تتحولوا الرقم إيه في المرحلة المقبلة يعني أظن قريباً جداً إن شاء الله صحيح المشكلة دي إحنا هنتعدها إن شاء الله إن شاء الله هنتخطع اشتركوا في القناة